اهلا بحضركم من جديد والفقرة الحوالية الأولى مع الناقد الرادي الكبير والكاتب الصحفي الكبير والزميل العزيز اللي دايما بتشرف بوجوده في أي مكان بيكون موجود فيه وهو إضافة كبيرة جدا لأي مكان أيضا بيكون موجود فيه مستقيته ورأيه في كل القضايا اللي موجودة فيه الشارع الرياضي مهمة جدا لكل جمهور الكرة وهو الأستاذ إيهاب الخطيب برحب بيك أستاذ إيهاب هلا بالكابتن عمر مبسوط أني موجود معاك وشكرك على المقدمة إن شاء الله تكون حلقة سعيدة إن شاء الله أستاذ إيهاب طبعا حابب أبدأ معاك من خبر ليه علاقة بواحد من نجومنا المصريين اللي محترفين حاليا في دورة تركيا وإن بعض التقارير قالت إن اقتراب محمد النيني إلى نادي اسم ميلان الإيطالي تعليق حضرتك على انتقال محمد في خلال 48 ساعة هيتم الإعلان الرسمي على انتقال النيني للدورية الإيطالي خلاص حاجات بسيطة كده في بعض الارتباطات المالية محمد النيني لعيب ظلم وتظلم تمام محمد النيني لعيب مميز جدا أكبر غلطة عملها في نفسه إن قبل إنه يقعد شوية على مقاعد البودلاء فأرسنل رغم الناس تقول لك إيه أرسنل ومش مهمة والقاعدة عارفين تقرأت جمهرية اللي دائما تقول لك إيه أنت موجود في دايرة إن شاء الله لو آخر واحد فيها بس أهم حاجة تبقى جوة دايرة ملاش لازمة دايرة لو أنت ما بتشاركش فيها ملاش لازمة دايرة لو هي بتقلل منك وإذا اللي حصل تفكيره أنا كنت أتمنى إن هو يروح إيطاليا من الأول إيطاليا ما تزال أقوى مدرسة كراوية لإعادة نهج اللعب على التراك المفضل بمعنى إن محمد صلاح لما راحت شيلسي وما ظهرش بالشكل اللي الناس كانت مستنياه والناس شككت فيه عمل موجود كبير جدا لكن خدم الموجود دا إنه اختاري القرار الأفضل إنه يلعب في الدولة الإيطالية والسقل الكبير اللي حصل لمحمد صلاح والسقل الكبيرة في الدولة الإيطالية والخططي اللي كان بينقص محمد صلاح اللي اتطور جدا معاه دا اللي حصل مع صلاح إنني راح بشكتاش والناس اتكلمت راح لدولة تركي والناس اتكلمت على إنني خلاص كده بينتهي إنني خلاص كده بيقل إنني خلاص مش هو إنني لا محمد إنني خاد خطوة كويسة رغم البداية والمشاركة في الدولة التركي والطار دواوة لا رجع بالمستوى الأفضل خطوة الدورة الإيطالية دي لو تمت إن شاء الله زي ما قلت خلال 48 ساعة اللي جاية لا محمد إنني يبقى في حتة تانية لأنه أستحق إن يكون في حتة تانية إنه هو مظلوم جدا في الكرة المصرية ودايما الناس تقول لك وإنني بيعمل إيه في منتخب مصر وإنني بيقدي إزاي هو كورته ومش عارف إيه صح دا حقيقة ففيه لعيب كده يقدي بس ما بقاش عاجب الناس الناس كانت مستكترة على النيني إن هو بيلعب في الأرسلن الناس مستكترة على النيني إن هو في الدورة الإنجليزية لما راح الدورة تركية أيوة هو بقى سعاف إيه هو رايح إن شاء الله الدورة الإيطالية فالنيني عنده قدرات كويسة ظلم نفسه لما قعد في أرسل الاحتياط كتير وده أثر على مستوى الظلم لما الناس قعدت تحكم على مستوى بحكم مهام والموزيشن بتاعه في الملعب أو وضعته في الملعب أو مركزه في الملعب خلال الناس داعكس عمر وتتكلم عليه بشكل لا يالك بمستوى النيني والنيني بقى الفترة الجاية عليه بقى أنه يرد بقوة إن شاء الله إن شاء الله لما يروح الدورة الإيطالية زيارة الكابتن محمود الخطيب للنادي الأهلي قبل المباراة بلاتينيوم القادمة إن شاء الله في دوري أبطال أفريقيا المباراة الثالثة لأهلي بسعى للفوز التاني في نفس الوقت يا سيد زهاب من الجمهور مفتكر أو شايف إنها مباراة ممكن تكون سهلة لكن زيارة الكابتن محمود الخطيب أكيد حالتك شايفها من عدة جوانب أهمها إن هو بيقولهم من المباراة اللي جاية لا تقل أهمية عن أي مباراة أفريقية فوز التامن على التوالي في بطولة الدوري النصي الممتاز ختام 2019 متصدر بطولة الدوري حاجة كليلة جدا حالك ممكن بقى تقولي المشهد قبل مباراة أفريقية تمام كابتن عمر الحمد لله حمد لله على سلامة كابتن محمود الخطيب يمكن بعد وصوله بساعات بيتوجه لملعب مختار التيتش بيشوف المران يعني كيف هي الصورة اللي بين اللعيبة وبين الكابتن محمود الخطيب وهم وقفين حواليه وبيتحكوا إذا كان فيها الشيخ إذا كان فيها كهرباء إذا كان فيها فيلر هو بيسلم عليه إذا كان عادته جنب سيد إذا كان فتحي إذا كان سعد دي صور كلها اللي شفناها النهاردة في المران ودي قدامنا كمان فيديوهات قناة الأهلي الخاصة فدي في حالة حلوة وحالة مميزة بين الكابتن محمود الخطيب وبين لعبة النادي الأهلي وحلم اللي ابتسامة السامة دي بتفرق كتير جدا 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 وبتضي ثقة بشكل كبير جدا لكن خلينا أكون واضح معاك النهاردة كان وجود الكابتن محمود الخطيب ليه أكتر من حاجة إيجابية وليه أكتر من هدف الهدف الأول زي ما أنت بتقول أن تأكيد على أهمية البطولة الأفريقية وأهمية العودة مرة أخرى للتتويج وعايز أقولك أن البطولة الأفريقية صعبة جدا جدا السنة دي وأن بلاتينيوم آه من الفرق اللي قد تكون مستوى الفني أقل من فرق المجموعة لكن بعد وجود فوز النجم على بلاتينيوم في ملعب بلاتينيوم ده صعب عليك المهمة جدا أنت مباراتين بلاتينيوم دول لازم إن شاء الله تقدر تقتنس فيهم ست نقاط ومع ذلك مباراة السبت مباراة مش سهلة جدا خالص ولا سهلة ولا فرق ضعيفة لا فنيا الأهلي أعلى على الورق يقدر الشغل أكتر واسقين في فوز النادي الأهلي لكن الضغوط اللي في الفترة بفاتيه كابتن عمر على الفرق ضغوط كبيرة جدا ضغوط المباريات وضغوط الإصابات ودي اللي بتخلي المباراة صعبة ولأن أنت ماشي في الدورة بشكل يعني نمسك الخشب رائع جدا ومميز جدا بس بتدفع ضريبت ده ومن ضغط المباراة بإصابة بعض اللعبين وبعض الأمور عندك بتقل بتخسر لعب كبير جدا زي رمضان صبحي يعني خسرت رمضان صبحي وإصابته طبعا قدر لو ما شاء فعل لكنها إصابة فنية كبيرة جدا ومع ذلك الأهلي لا يتأثر بالشكل الكبير على غياب أفضل لعبية رمضان صبحي من أفضل لعبة اللي موجودة زي جدا لعبة لكن في الآخر فريق جماعي ما بيقفش على لعب بشكل معين وبالتالي إصابة رمضان أو إصابة أي لعب ربما بتربك حسابات فيلر شوية وبتأثر لكن مع المشاركة في البطولة الأفريقية وبطولة الدوري وبالتالي أنت عايز تأدي بالشكل كويس هنا وهنا أنت ما بترداش عايز تبقى رقم واحد هنا ورقم واحد هنا البطولة الأفريقية صعبة القوة في الدوري والإصابات اللي بتحصل في الدوري والمشاكل اللي بتحصل من ضغط المباريات هتبقى هي العائق الأول للأهل في البطولة الأفريقية فإن شاء الله الأمور تمشي بالشكل الأفضل في البطولة الأفريقية إلى أي مدى ميستر فايلر وصل في درسته للكورة الأفريقية والدوري أبطال أفريقيا وصل ليها وهل حالك شايف أن ميستر فايلر لسه عنده يعني شغل في أفريقيا علشان يقدر أنه يعني يستعيد مع نادل أهلي البطولة رقم بيسعر في دورة الأفريقية ولا الموضوع بالنسبة له لسه بيستكشف الأدغال بص يا عمر احنا في حاجة خلينا نتكلم بقى بالشكل الاحتراف الأكثر طراج اللي عبته كرة وفاهم الكرة في العالم كله مدور قوانينها واحدة لويحة واحدة ملعبها واحد فبالتالي الفكر القرى والفن ما بيختلفش بص احنا عندنا بعض المنشتات كده والعبارات اللي هي مثلا يقول لك الأمطار والارتفاع والحرارة مشكلة أفريقيا في الانتقال والملاعب بعض الملعب السيئة وإذا كنا يعني التحكيم ده قصة هتنتهي خلي بالك بص التحكيم ده هتنتهي إنما برضو من العنوين السابتة إنك لو لعبت أي فرقة تونسية مع الاحترام خلي بالك من التحكيم أي فرقة تونسية وبعض اللي حصل طبعا مع الوداد والترجي كانت علامات السفام قلنا انتهت لا لأنها كمان بتتجدد في بعض المبارات لكن أنا بقول لك القصة دي هيبقى فيها حالة من الانقلاب والتعديل في الاتحاد الأفريقي بشكل كبير جدا في الفترة الجاية في تعديل منظومة التحكيم بشكل كبير على المستوى الفني هي كرة قدم سواء كان في أفريقيا في أوروبا وبالتالي الأمور متساوية فيلر عنده خبرات كويسة وهو قدراته كمدير فني بيشوف شكل كويس بيأدي اللي هيعيق فيلر لو حصل أي حاجة هو ضغط المبارات بعض الإصابات أو لأك ما تبقاش جاهزة أحيانا بقى فيه توفيق وعدم توفيق فيلر شكل رائع جدا وقال كرة القدم لا تعرف المكسب دائما فيه مواتشاط هتلاقي فيه هزيمة فيه مواتشاط هتلاقي فيه تعادل الناس لما سمعت الجماهير التصريح ده قالوا الراجل الآن من إيه أو إيه لا الراجل تكلم في مهية كرة القدم وتكلم عادي جدا وتكلم وقال يا جماعة أن مش كل حاجة بتمش مكسب كرة القدم مش مكسب على طول يا سلام لو بقيت مكسب على طول إنما كرة القدم فيه أحيان بقى فيه تعادل فيه أحيان بيبقى فيه تأخر وهزيمة فيه أحيان بيبقى فيه مكسب لكن في بعض المبارات يا عمر اللي وقف فيها فيلر قدام نفسه المبارات الأولى مبارات النجم واللي حصل فيها الهزيمة وطريقة النجم اللي لعب به المبارات تانية مبارات حرص الحدود المباراتين دول خلوا تفكير فيلر يختلف ودايما يشتغل على إزاي أقدر أشتغل على فرقة وأحرص أهداف لما بتكون فرقة بتلعب زوم ديفينس بالكامل وده ظهر في الماتشات اللي بعد كده طب النقطة دي أستاذ إيهاب هل هي عامل إيجابي ولا عامل سلبي قبل مطش مهم أفريقي إنك تفوز في مبارات الدوري بنتايك كبيرة بتفوز أربعة للاتحاد بتفوز بنتايك كبيرة بتفوز على منافسين أقوية تمانية مكسب في الدوري بدون تعازل بدون هزيمة هل حالك شايف أو حالتك مع إن الفوز بقى ريحية على إنهم يحققوا نفس السكور ونفس المستوى اللي بيقادوا فيه ببطولة الدوري طب هنفصل هنا عمر بين المستوى المحلي والمستوى الأفريقي لإنه فيه جاب بين الاتنين عشان نبقى إحنا واضحين وإنه اللي بيحصل في الدوري المحلي مختلف تماما عن البطولة الأفريقية الحاجة التانية إن مستر فيلر نفسه غير راضي عن الأداء التهديفي لفريق النادي الأهل يعني شايف إنه فيه عدد من الفرص بيدي يعني ناس يقول لك ده أربعات وثلاثات والأهل راكبوا معدل تهديفي عالي لا الراجل شايف إنه مازال فيه بعض الأخطاء وأضاعت بعض الفرص لو تم استثمارها بشكل أفضل هيبقى المعدل أفضل من كده يعني هو المعدل ده مش باسته خالص ولا وصل إنت شوفتها تتحكي زي ولا وصل للمرحلة اللي هو عايزها يعني هو يعني الراجل بقول لك طب أنا بروح بضيع 3-4 فرص بضيع 5-6 في الماتش بجيب 3-4 طب ليه ما ضيعش اتنين واجيب الستة يعني هو الراجل بيشتغل وده فكري كويس طالما بتروح لازم تسجل وكل ما تقلل الفرص الضيعة ده حاجة كويسة جدا أنا بقول ده التوفيق اللي بيبقى موجود الحاجة المهمة هو الراجل متأكد تماما وعارف أول ما تعقد مع النادي الأهلي كلام لجنة تخطيط قعدت معاك كابتن سيد عبدالحفيز قعد معاك وتكلمه كان الكلام واضح جدا إن البطولة المحلية مهمة وبطولة الدوري طبعا هي بطولة الأهلي المحببة ولكن البطولة اللي وحش يا جماهيري النادي الأهلي واللي الأهلي بيسعى عليها الفترة اللي فاتت هي البطولة الأفريقية فده الضغط اللي ممكن يكون عند الراجل نفسه لكن اللعيبة واخدها ثقة كبيرة جدا اللعيبة بتقدي بشكل كبير جدا اللعيبة عندها روح رائعة جدا في المبارات اللي فاتت بتقدي بشكل كويس جدا هم نفسهم في وجودهم في الشارع وتعاملهم مع الجماهير ومع نفسهم حتى لأن هذا الجيل جيل جديد مازال النادي الأهلي بيعمل جيل قد يكون لم يكتمل حتى الآن آه بتدخل يناير بالدعم هتروح أول السنة الجاهة الدعم لكن أنت الفرقة دي لسه الأهلي بيبدأ بجيل جديد عم كل الناس قالت الفرقة كده بقت كويسة وأداءها بقى كويس وهو لا أنا بقول لك أن لجنة التخطيط مع مجلس الإدارة بيقادة كابتن محمود الخطيب في دمخهم حاجات كبيرة لسه جاي ولكن أنت عندك التزامات بتمشي معها خطوة خطوة أنت جيت في التزامات الشتاء شفت فرقتك عايزة إيه بتدعم وفقا لرؤية الجهاز الفني مع لجنة التخطيط أنت أول السيزون الجاي مش بتستنى لما السيزون يدخل عليك أنت من دلوقتي عارف بتعمل إيه وهتعمل إيه مع بداية السيزون علشان تكمل الفرقة اللي أنت بتحلم بها أنها تكون فرقة متكاملة وإن شاء الله الفترة اللي جاية الأهل يستطيع أنه يخلي فرقته فرقة متكاملة طيب يعني عايز أروح محرك لجوز أحرك فصلت بطولة أفريقيا عام بطولة الدوري وقلت لي المستويات مختلفة جدا ولازم نفسي طيب مباراة أولى ما من نجم الساحلي الأهل اخسرها بفعل فاعل أعتقد أن حدك تتفق معي في هذه النقطة لكن هل فوز النادي الأهلية على الهلال السوداني هل هي انطلاقة الأهل الحقيقية في بطولة دوري أبطال أفريقيا والبحث عن البطولة رقم تسعة ولا حدك لسه مستر فايلر ملقاش الانطلاق الجيد اللي يقدر أنه من خلالها ينقض على البطول شوف التأهل من المجموعة والتأهل إن شاء الله بترتيب مميز وهو يعني إن شاء الله أول المجموعة دي هتبقى الانطلاق أول المجموعة الأفريقية والتأهل ده بالنسبة للمستر فايلر الانطلاق دي هتبقى الانطلاق طبعا الأول بقال لي مميزات كتيرة جدا كمان في المباراة المقبلة فضلا عن كده أنك أنت محتاج تاخد ثقة أكتر قدام النجم وطبعا بعد مباراتين بلاتينيوم علشان المباراة الأخيرة برضو هتبقى معه الهلال في الهلال وملعب الهلال ملعب صعب ملعب الهلال ملعب صعب طبعا فبالتالي المباراة المتبطين وجود كابتال حماد أيضا كمان أنه هو عارف المنافس الأهلي مدرب رائع جدا ومكسب للهلال والهلال بينه وبينك في مباراة يعني القاهرة ما ظهرش بالهلال اللي معروف عنه رغم أنه أحرز هدف في آخر المباراة والأهل أضع في المباراة كتير جدا لكن مش هو ده الهلال الهلال عنده كرة أحسن من كده كمان الهلال على ملعبه مختلف تماما عن المشهد اللي احنا شفناه وبالتالي مباراتين بلاتينيوم لا بديل عن المكسب للناد الأهلي في المباراتين ثم مبارات النجم الناد الأهلي يستطيع إن شاء الله أن يكسب بشكل جيد وكل مباراة لازم نراعي أن ليها ظروفها كل مباراة ليها ظروفها بيبقى ناقصك مين بيبقى داخل معاك مين المنافس اللي قدامك جاي كامل ولا ناقص عدد من اللعيبة شفنا إحنا النجم اللي هو المنافس الحي معاك في المجموعة على ملعبه ما تكسفش بيلعب زوم ديفينس مقفل خالص كان بيحاول يلعب على واحدة جات معا واحدة الحكم ساعده فيها ولكن في الآخر نتيجة المباراة خرج بالشكل اللي ممشيتش عليه لكن خلاص يعني أنت خلاص حسابت لك أنت فقدت النقاط السلاسة فعشان كده لازم تعود يبقى مباراتين بلاتينيو من اللي جايين دول مهمين جدا ثم بعدها مباراة النجم علشان المباراة الأخيرة لازم تكون حسامت التأهل ممكن تبقى بتدار على المركز ده اللي هم نتكلم فيه إنما إن شاء الله تكون حسامت التأهل ويا سلام كمان لما بتتأهل المركز أول دي بتبقى انطلقها وجهة نظرة تكون انطلقتك في البطول اللي بتعاد في الصدارة في بطولة الدوري المنكاز هلده ما بينه ما بين أقرب المنافسين آن كان مين هو لما بقول لك لازم نفسي لعمر ببقى واخد من فكر الجهاز الفني في النادى الأهلي فاصلين تماما بين المسابقة المحلية وبين العلامة الكاملة وتحقيق جاب كبير مع أقرب المنافسين ومع المنافسين في الدوري ومنطلق بالعلامة الكاملة بس في نفس الوقت العلامة دي مش خديعة لميستر فيلر لأنه مازال عنده نقص في الفريق مازال عنده بعض اللي عمل عندها إصابات لكنه ده بيديره برضو أنه يركز بشكل كبير في البطولة الأفريقية التركيز في البطولة الأفريقية تركيز مهم جدا والتركيز ده بالذات لما بتقابل مشاكل يعني أنا نفسي بتخوف لما تبقى أنت الفرقة اللي راح تلعبها السهل الممتنع اللي هي بلاتينيون الفرقة اللي هي اللعب أنا ببقى الآن أي فرقة بتلعبها وإنت حاسس إنك إنت داخل تكسب بص قصة دي مش موجودة عند لعبة الأهلي مباراة منفصلة تماما ما بيفكرش حتى في المتشين رايح والجاي بيفكر في المتش اللي قدامه ودايما الأهلي سواء كان مع فيلر أو غير فيلر بتعامل بشكل واحد يا عمر بالشكل التع دلوقتي أنا عندي إيه دلوقتي حتى سعب بنبقى موجودين في السفرية مع النادي الأهلي وفي بطولة واحتفالية وبتاع تلاقي مدير الكرة أي أن كان وغالبا بيبقى الفترة لفاتي كابتن سيد بيخش وقول يا جماعة هو تصريح سابت كده سجله علي يطلع يقول أفنا الصفحة وعندنا صفحة جديدة ده أنت لسه واخب بطولة خلاص في رحنا في الملع خرجنا أفنا خلاص لغات ما الفرحة تكمل وبالتالي ده فكر الجهاز الفني الموجود وفكر اللعبة كمان الموجودة في النادي الأهلي إن المباراة بلاتينيوم هي الأهم المباراة السابت دي إلى أن يتم التركيز في المباراة الخارجية يعني قبل مقفل محرك الملف الأفريقي الأهلاوي بشكل عام دورنا كأعلام ودورنا كصحفيين ونقاد إن إحنا دايما نوعي الجمهور وبالتالي وجود حضرتك معايا هنا أكيد لازم توجه كلام لجمهور الأهلي اللي هيكون موجود إن شاء الله في مباراة يوم السابت وتقول لهم بعض النصايح اللي يخرجوا منها طبعا مبسوطين فرحانين السلوكيات والأخلاقيات واللي منها يبدأ أن هم يعودوا مرة تانية للملاعب بالشكل الطبيعي سؤال حلو جدا منك ورغم أن الناس ممكن تشوف إن ده سؤال كده مجاملة للجماهير أو حاجة بالعكس أولا جماهير النادي الأهلي دايما هي اللعب رقم واحد طفق معايا الفترة اللي فاتت للأسف كان في بعض الاهتفات داخل جماهير النادي الأهلي العظيمة لبعض الأمور إحنا بنقول إن انت النهاردة بترجع تاني بتشجع من الآخر كده وبالبلد خالص ما تمسكش حد غلطة عليك صح يعني لازم بتشجع ركز فرقيتك بس في أي حاجة بتحصل عندك مجلس إدارة قوي عندك مدير تنفيذي للنادي العميد محمد مرجان بيتدخل معاك بسرعة بيشوف أمورك عايزة إيه ضيع الفرصة على أي حد عايز يعمل لك مشكلة مع قدرتك عايز يعمل لك فتنة مع قدرتك عايز يعمل لك فتنة مع فرقيتك أنت وجودك في الملعب رايح عشان في لقيتك وتشجع في لقيتك بعض الأمور اللي بتحصل أنت تقدر تتغلب عليها وبيكون فيه متابعة في الملعب من الإدارة ومن الجهات النادي وبالتالي أنت اللعب دايما رقم واحد وإحنا شفنا في مباراة الهلال الشوت التاني لما لعبة استجابة والنزول مهم جدا لكابتن محمود الخطيب الاستجابة للجماهير اللي هتفت له ونزلها وطبعا لما ينزل الكابتن محمود الخطيب لغاية الجماهير شفنا الرد فعل الجماهير عامل إزاي فما يبقاش كل مرة أنت مثلا هتنادي على الكابتن هتنادي على حد هتنادي أنت لازم تركز على فرقيتك ولازم تركز على دورك لأن أنت ليك دور مهم يعني الرسالة بالضبط للجمهور دورك زي دور اللعب اللي في الملعب اللعب اللي في الملعب بيلعب وبيقدي وانت في المدرج بتهتف وبتقدي علشان توصل لنتيجة فإن شاء الله تكون الأمور محلولة في الفترة الجاية وإن شاء الله تكون الجماهير يعني أنا أقول لك أن الجمهير الأهل تدينا احنا النصيحة احنا مداش النصيحة لكن في الآخر احنا برضو بنوعي معاهم وبنقول لهم لازم تكونوا واخدين بالكو من اللي بيحصل وكمان لازم في بعض الأمور يعني في بعض الأمور عشان بتتخذ بميزان بمعنى أنت كان عندك ماتش للنادي الأهل في ملعب والملعب ده هيبقى بتاعك في الفترة اللي جاية بحق الانتفاع والأمور دي بتاخد وقت عشان تتفعل وعندك فرق منافسة بتلعب على الملعب فلما يقعد يتقال كلام معين والفرق دي هتلعب تاني يوم فلازم يطلع تصريح معين عشان يهدي الناس اللي فاكرة أن الحاجة دي هتبقى مش معاهم عشان اللي ملعبوا معاهم أتبص وبالتالي يبقى كله هادي واخد بالك يبقى كله هادي علشان الأمور تمشي كده أعتقد أن الرسالة وصلة تماما وصل لجميع وأعتقد أن جمهيري النادي الأهلي تعج تماما تماما موقف فريقها وعرفت الأمور ماشية إزاي وإن شاء الله ربنا يكرم إن شاء الله في المباراة المقبلة ودايما جمهوري النادي الأهلي مع فرقته لعب رقم واحد حضرتك قلت لي من شوية على التحكيم الأفريقي تكلمنا فيه في نقطتين مهمين جدا نقطة الأولانية وهي خسارة الأهلي بفعل فاعل في مباراة النجم وحضرتك كملت في كلامك وقلت إن الأيام اللي جاية تشهد تغيرات كبيرة جدا في منظومة التحكيم الأفريقي وده هيتم تفعيله خلال الأيام اللي جاية عايز أتكلم عنك على التحكيم الأفريقي ليه؟ التحكيم الأفريقي دايما مسكوت عليه بيكون فيه بعض السلبيات السلبيات دي مش بتتغير وفي نفس الوقت بين دعا الأشخاص اللي موجودين المشرفين والقائمين على منظومة التحكيم الأفريقية محتفظين بمكانهم محتفظين بتوجودهم وفي نفس الوقت من الآخر التحكيم الأفريقي في كل العالم بنلاقي تحكيم مختلف إلا أفريقيا التحكيم دايما بيكون مجامل لبعض الفرق بعينها عالم ألعبها حالك عندك كواليس كتير عن التحكيم وعن الأيام اللي جاية اللي هتشهدوا من تغييرات في التحكيم مش عايزة روح معاك لتفاصيل قوي لكن لو تقول لي كده بعض الكواليس اللي عنده حضرتك أنا أول حاجة أقولها وده هتا يعني ممكن تبقى مدهشة بالنسبة لك أن أحمد أحمد عجز أنه يعدل المنظومة التحكيمية داخل الكاف وأن القوة أكبر منه تخيني أنت رئيس الكاف في قوة أكبر منه سليمان إباري اللي هو رئيس لجنة الحكام اللي هو رئيس لتحاد الجبوتي الرجل ده مقيم بشكل ده كلام معروف يعني مقيم بشكل كبير في تونس ولاده بتعلمه في تونس الأمور يعني فكان في بعض اللغة في قصة تونس وطبقى فاطمة سامورة اللي هي جاية من الاتحاد الدولي تغير بعض الأمور داخل الاتحاد الأفريق خصويا إدارية أو مالية أو تحكمية وأنا أقول لك الفترة اللي فاتت حصلت الاجتماعات على أوسع قعدة تحكمية من حكام النخبة والحكام الخبرات في أفريقيا وفيه بلانة حط وهي بدأت تنفس في الفترة الجاية أولا لجنة الحكام هيبقى مسؤولة عنها حكم هيبقى لها استقلالية بشكل كبير داخل الاتحاد الأفريقي هيتم منع التعامل مع بعض الحكام اللي عليهم حلم اللغة في الفترة اللي فاتت واضح جدا جدا برضو قصة تجربة الفار في البطولات الأفريقية دي خلاص إن شاء الله من السنة الجاية هتبقى ملزمة لسه بيأخذوا فيها قرارات تكلفتها كبيرة جدا 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 تعملتها في بطولة الأمم الكبيرة بطولة الشباب الموفرتها هتوفرها في البطولات اللي جاية لكن إبعاد تقنية الفار في الفترة اللي فات على البطولات الأفريقية شبهي كان مقصود طيب الاتحاد الأفريقية عمر معلش عنده الإمكانيات ومش يوقف على الإمكانيات ويمكن خلينا أفكرك برضو لما المباراة اللي هستشهد بها دائما يعني مباراة الترجي والوداد والفارك كسر قبل الماتش خلي بالك الفار في هذه المباراة يعني بدأوا المباراة معهمش فار وانت شفت الحكم الحكم ماشى الدنيا وما كانت عنده لا 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 ده الحكم راح بص على الفار وقعد يتكلم وعمل نفسه ان الفار شغال ده يعني عارف انت المسلسل ده مسلسل درام تركي فاشل عارف المسلسل التركية الفاشلة الطويلة دي اللي هو أصلا يعني تبص على تبص على اللقطة تلاقي مثلا رافع المسدس عايز يقتل واحد فتقوم تشرب شاي وتخلص وتعمل اللي انت عايزه والمسلسل يخلص فتيجي بكرة تفدحت ليه لسه يقوله هاتي لك ازاي فالقصة يعني هزيلة جدا 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 وممطوطة جدا جدا لكن واضحة في الاخر وذا نكشف كله ومع الاسف لم تتم اتخذ اعتبارات في هذا الشأن وبالتالي خلاص الامور هتعدل فترة طيب ازاي اتحاد الافريقي هيلزم بعض الاندية المشاركة او كل الاندية المشاركة بتطبيق تقنية الفار مع ان في منهم في الدوريات ما بيطبقوش الفار يعني في مصر هنا ما عندناش فار وبالتالي هل حراك الاتحاد الافريقي هيلزم الاندية المشاركة من خلال اتحاداتها ان يتوفر لهم على ملعبهم تقنية الفار ولا دا يكون من اشراف وماليات وستثمار الاتحاد الافريقي في الملاعب الافريقية البطولات الافريقية بتكسب كويس جدا طبعا والشركات اللي بتاخد حقوق الرعاية والبس في البطولات الافريقية بتكسب جدا وبتدخل عوقات كبيرة جدا وبالتالي في حالة من التغيير هتحصل في الفترة الجاية بعد قصة لاجردير والامور اللي حصلت فيها ومين اللي هيبدأ ياخد العطا كبير جدا جدا والتورتوات كبيرة بتاعت البطولات الافريقية وبالتالي من سيتم اسناد له هذه المهمة هيكون هو اللي عليه الدور في توفير التقنية الفار من خلال الاتحاد الافريقي دا تبقى بعيدة خلص عمر عن الاتحادات المحلية والاتحادات الاهلية هتكون تابعة للاتحاد الافريقي نفسه مع الرعاب طوع اللي هيجي ياخدوا حقوق البس التلفزيوني هم دول اللي هيقدروا يوفروا هذه التقنيات وهتبقى من ضمن الدين طيب حلاج باتي مثلا دولة مش موجود فيها فار كويس مشاركة في دوري أبطال أفريقي كويس إزاي التنصيق هيكون بين الاتحاد الافريقي وبين الفريق اللي هيلعب على ملعبه وهو أصلا ما عندوش تقنية الفار هل قبل المباراة اتحاد الافريقي هيبعت التين من خاص بالفار عشان يعمل استعداداته من خلال غرفة الفار وغرفة التحكيم ولا إيه لا يحصل عشان أنا هشحلك سريع عشان برضو المشاهدين يشوفوها بطولة أفريقيا الكبار كان فيه فار ولا لأ ما فيش ما حد شاف اللي الفار كان فيها بس من أدوار محددة كوي بس فيها طبعا تسعين في المية عايز أقولك مية في المية من فرق أفريقيا وكلام فاشفار ساعة البطولة دي لا الدوري مصري ولا الدوري الجزائري ولا أي دوري ولا الدوري الكاميروني ولا الدوري السنغالي وبالتالي تم تطبيق الفار فين آه في المطول تمام لأن انت هنا بتتعامل ما بتتعاملش اللعيب ملوش دور ولا الأجهزة الفنية ولا الاتحادات اللي ليه دور هي الحكام المؤهلة قريا للتحكيم الأفريقي بمعنى الحكام الدوليين احنا عندنا مثلا هنا طيب مصر لما لعبت في كاس العالم تم تطبيق قصة الفار لا تم التطبيق طيب احنا لعبتنا عندنا في الدوري فار لا ما عندناش ساعتها حتى دوري الإنجليزي ما كانش فيه فار ومحمد صلاح كان موجود وفار في الدوري الإنجليزي بتطبق بشكل مختلف تماما عن اللي موجود في بعض الدوريات الخلاصة ايه الخلاصة ان تقنية الفار بتخضع للإمكانيات المحددة للتعامل معها بمعنى كده ان تقنية الفار بتخضع على الحكام عمر الحكام الدوليين صح انت هنا في مصر تقريبا عندنا حكمين بس اللي هم متضربين على قصة الفار جهات جريشة واحد المساعدين بس هم دول اللي كان موجود في كاس العالم عنديه هم دول اللي اتضربوا على تقنية الفار فالاتحاد الأفريقي بيدرب حكامه اللي بيحكمه في بطولاته على قصة الفار فكده بتبقى القصة منتهى خالص منه فيه هو بيخالص القصة على هذا الأساس حاجة تانية أن أنت مثلا هنا لما تيجي تطبق الفار في مصر هتبقى أنت بتضرب الحكام برضو بتوعك وتشوفهم مؤهلين وتعلمهم على قصة وهل هتتعامل بفكر الدوري الإنجليزي أن الحكم يقف يطلب المشورة لغاية ما تقوله فودانه من غير ما يروح ولا أنت هتعمله شاشة يتفرج عليها بتعرف حلاك الدوري الإنجليزي القرار من الحكم بعد ما الفار يقوله والحكم ديه حرية الاختيار الدوري الأسباني القرار لغرفة الفار مش للحكم الساحة الدوري الإيطالي الحكم بيجري على تقنية الفار علشان هو يقرر هو اللي يقرر فلو حضرتك خيارتك بين التلاتة تحب في الدوري المصري يطبق أني واحدة أنا أحب يبقى حكم الملعب هو اللي معاه القرار بعد ما يشوف وخلي بالك وبيرجع هم بيقولوله يعني في الحالة دي بيتم التشاور معاه وبيقولوله إحنا شايفين كذا كويس فانتليك الحق دي شكليا هتبقى كويسة بس يبقى فيها أخطاء يبقى فيها أخطاء برضو طب هنجيب هي أكتر من الفار من هقولك لا هتبقى فيها أخطاء وده حصل في الدوري الإنجليزي حصل في أخطاء لا الإنجليزي توارس الحكم ما بيكونش مقتنع عشان مش شايف مش شايف وفي نفس الوقت بيبقى الغرفة اللي موجودة سعى بتبقى غرفة واحدة على 3-4 مباراة في وقت واحد صح فبالتالي أنا عايز أقولك أن فيه ماتشات أنا بحس أنه حصل سرحان جوا غرفة الفار يعني بقولي إزاي هم مش واخدين بالهم من القصة دي ده في الدوري الإنجليزي صح كامل لسه معتزلين اللي هم عندهم خبرة دولية ما هو إحنا بنعمل عكس بتقعد الحكم اللي قال لي خبرة على الفار والحكم الأعلى في الملعب فلما كده كده الحكم اللي في الملعب شايف نفسه اللي هو أعلى من اللي قعد في الفار فيقولك وريني وعدلي بيقوله بس أنا شايف كذا أقوله استدناني لما شوف فيفضل يعدها له وأحيانا التلفزيون نفسه بيعيدلك قعدة بتشوفها فأنت بتشوف الحكم نفسه شايف على قعدة مختلفة في الفار ما تبيلوش اللعبة اللي هو بيشتغل عليها فعشان نتكلم هتعمل فار هيبقى أهم حاجة في تقنية الفار ودي وفقا لشركات معانا اللي بتعامل مع الفار التصوير التلفزيوني واحد التصوير التلفزيوني اتنين التصوير التلفزيوني تلاتة التصوير التلفزيوني دول أهم حاجة وضع الكاميرات وترتيبهم بتقنية أعلى واستخدام أكبر عدد من الكاميرات لأن الفار ممكن تشتغل عليه بقى أقل حاجة 8 كاميرات 12 كاميرا 16 كاميرا وكل ما تزود خير فدي كل حزبة عمر من الحزبة دي بفلوس كل كاميرا بفلوس طيب العربية اللي بتشتغل عليها أو التقنية اللي بتشتغل عليها خلاص دلوقتي بقى فيه سيستم متحرك يعني ايه فيه عربية زي عربية الإزاعة الخارجية فيها السيستم انت هتلعب فين هلعب في سيد السلام العربية على سيد السلام هتلعب فين في استاد القاهرة العربية على استاد القاهرة انت مش محتاج تعمل سيستم في كل استاد انت محتاج العربية دي بتتحرك وبتشتغل فالتمكن تشتغل على نظام ده لما وجه تنزل عشان تطبق فار ناجح في مصر هتجيب الحكام مثلا الكابتن سامير محمود عثمان الحكام اللي على هذه الشكلة اللي لسه معتزلين وامتابعين وعندهم خبرات كبيرة بقى ده اللي قاعد على الفار جوه والحكم اللي في الملعب هو بيقف يقول يا جماعة دي ايه يرد عليه اللي جوه اللي فاهم اللي هادي اللي الماتش مش مقصل عليه اللي شاف الكرة بالراحة وبيشوفها مرة واثنين وثلاثة يعفي الحكم اللي في الملعب عن التمسك برأيه حتى لو كان غلط ويبدأ ياخده لمرحلة الامان لما يحصل ثقة بين الطرفين الحكم اللي في الملعب والحكم اللي في الفار عشان دول ممكن يغرقوا بعض لما يحصل ثقة بينهم ندي الحكم اللي في الملعب الخبرة لما ياخدها انما عشان اجيب حكم لسه بتديله خبرات وقلله هلا اتكل على الله وديه له الفرصة على الهوى وقوله تفضل والناس تفضل تسفر وتعامل حكا براح يعمل كده كده راح على الفار يقولها رب استرها واعيد لي تاني حلو حلو من ظنه ان الفار يقلل متعة كرة القدم انا بقوله شكرا الفار زود المتعة مقللهاش وده كانت مقولة شهيرة لبلتر عشان بلتر ده كان عمل فساد في العالم الرياضي فقال لك ايه هنأجل الفار شوية عشان ده هيقلل كده كانت جملته عمر صريح هيقلل متعة كرة القدم فده كان تصريح بصراحة مش مفهوم لكن لما طبق الفار وشوفنا الفار وديك انت بتقول وإحنا بنسبت معاك ان الدوري الإنجليزي نفسه ناس اللي اخترعت كرة القدم ده مرة يا سيد ايهاب الفار قال في الدوري الإنجليزي هدف الحكم قال لك مش هدف اه انا مش عارسه ازاي يعني الفار قال مش هدف عشان انت مديله السلطة اللي ياخد القرار فاللي انت مديله السلطة هو اللي باخد القرار في الآخر لكن انا بقولك لازم تطبق واحدة واحدة وانا قصة تطبيق الفار في الدوري الإجهزة بتعجبنيش تماما اكبر فكرة بتعجبني ان اللي قاعد على الفار هو اللي ياخد القرار بس انت لما تختار المجموعة اللي بتقعد على الفار وبتاخد قرار تتعامل مع مباراة واحدة مش اكتر من مباراة من مباراة واحدة على فار واحد او على اجهزة واحدة الحاجة التانية يبقى الحكم اللي بياخد القرار على الفار اكثر خبرة من الحكم اللي موجود في الملعب كده الدنيا هتمشي افضل وانا تمن اتحاد المصري لقرة القدم فيه تطور كبير جدا للاحداث في الفترة الاخيرة يا سيد ايهاب واكيد عند حررتك رؤية للاحداث بشكل مختلف وهنوصل لحد فين وايه اللي هيحصل للفترة اللي جاي طيب اتحاد المصري او اللجنة المؤقتة هي شغلها الشاغل دلوقتي انها تعمل ليحة ايوا تنق الدنيا وبعدين الناس جايين فترة ومشيين فعايزين يتم ذكرهم بالخير ادي واحد ثانيا من يتعامل معهم او بيتحرك معهم مسخنهم بزيادة عشان ايه يلا انتوا الرجال اي انتوا الابطال خدوا القرار مين اللي بيسخنهم يعني بيت مزيح شاطرين يعني كل جهة عندنا بتيجي تقعد على فكرة فرحان بيك يعني يعني فرحان بيك جدا الله حبيب بتيجي تقعد مثلا مع مجموعة هناك مجموعتين في مجموعة اللي بيدعمها المهندس هنا بريدة والأستاذ أحمد مجاهد ودول أكتر دعمين لللجنة المؤقتة وهم اللي كانوا وراء لللجنة المؤقتة اللي تيجي عشان نبقى احنا واضحين طبعا أهم واحد بيدير في التحدات الرياضية أو في كرة القدم تحديدا هنا بريدة ومحدش يقدر ينكر فضل هنا بريدة على الرياضة المصرية طبعا عشان نبقى احنا واضحين ولكن من حق هنا بريدة لما بيجي مثلا بيشافت لما خاد خطوتي اللي وراء كان واخدهم بتركيز وشايفش الصورة قدامه ده بقى فيها فر وفيها كل حاجة والوجاية بمجموعة محترمة مجموعة دي بتكتب لنفسها نجاح وبتحقق اللي كان عايز المهندس هنا بريدة يعمله بس هو ما كانش بيحب يزعل حد وبالتالي هذه المجموعة هي اللي هتنفذ فكرها وفكر المهندس هاني على أرض الواقع بمعنى ان انتخابات اتحاد الكرة للفترة الجاهة تبقى في شهر 9 الجاي في جمعية عممية هتبقى في شهر 5 او في شهر 6 جمعية عممية دي اللي هيتم فيها تعديل البنود تعديل البنود هتبقى المفاجأة اللي هيحضر الجمعية احنا جمعية عممية لتحاد الكرة 2054 نادي على ما تذكر في الجمعية دي هتلاقيهم من 95 نادي لمية وخمسة نادي ما ينطبق عليه الشروط الجديدة اللي تم توقعها من خلال الاندية اللي شاركت في بطولة الدوري وقالوا كل من لن يتخطى دولار 64 مش هكون عدو جمعية ومية وبالتالي هتطلع 350 ناديها بابرة وهتبدأ تقلص دي بداية إصلاح مهندس هنا بريدة ورفاقه ما كانوش يقدروا يعملوا ده في الأول هيزعلوا بقى وجمعية وكل واحد ومراكز الشباب وكل اللي صوت ومع ذلك هيحافظ المهندس هنا بريدة ومجموعته على قوته داخل اتحاد الكورة او داخل الجمعية لان مهما تقلص يعني كل ما تقلص عدد الجمعية او تكبرها مهندس هنا بريدة قوط واحدة بعض الأطراف التانية اللي قوطها بتقل وتزيد وفقا لعدد الجمعية لما بتقل ولما بتزيد كمان بقولك ان المهندس هنا بريدة هيكون على القوائم الأولى ليه التراشح واخد قراره بالنزول لاتحاد الكورة وهيكون معاه قيمة بنسبة 90% جديدة وجوه بقى جديدة واجواء الاختيارات شغالة عمر الاختيارات شغالة والأمور شغالة بشكل كبير ومحسومة بعض الأمور محسومة ومش هيكون له منافس حتى لو منافس بقى شكل يعني حراج بقول ان محدش هينزل وترشح قدام هينزل وترشحه لكن منافسته صعبة يعني هو عراج بقول ان هو نجح نجح الاقرب للنجاح برضو احنا ما تعودناش نحسن كل حاجة مع تغيير الجمعية الأممية لـ 105 نجح تقليص العدد تقليص العدد ده وتقليص العدد ده لا يحصل هنا بقى هتبقى القصة هل الجمعية الأممية كتواخدة بالها لما كتبتمدي على اللايحة الجديدة ويتقال لها لما تشاركي في الكاسة هتعمل كذا كل ساعتها مضى فانت مضيت خلاص على أنا بقوله يعني في ناس ويبتساعدة جمعية أقول لك لا ما أنا عافش الكلام ده لا انت مضيت أنا بقوله لا باشا هات كده الورق اللي انت مضيت عليه هتلاقي نفسك انت ماضي وموقع ونديك ومعترف بالكلام ده وده بيخفض العدد تلقائيا في القصة الجاية القصة اللي برضه عاملة زخم عمر في نفس القصة والمجال في حتة اللي هو يقولك اللي هشتغل في الإعلام أيوة ما يترشحش انت لقيت الكاتف شوبيل عمل مداخلة على قناة على قناة مع أحد الزبلاء الإعلاميين الأفاضل واعترض على قال ان فيه تفصيل لبعض اللوايح اللي موجودة في الأيام اللي جاية والفاصل اللي جاية علشان حتة التلترشح احنا محدش يجمع ما بين العمل الإعلامي وما بين العمل التطوعي طيب ها ليه حضرتك اقولك مفاجئتين ايوة المفاجئة الأولى للتحادات الدولية والمساق الأوليمبي واللجنة الأوليمبي تمنع اللي بيعمل في ميديا معينة انه يشتغل في الاتحاد بتاعها يعني انت شغال في ميديا كرة اليد ما تشتغلش في الاتحاد او كذلك في كرة القادمة ما كيف نكوناش بإنفعال الكلام ده ليه لان العلاقة كان بني كابتن شوبير وبين اه المهندس هنا بردة كويسة ولكن لما اختلفت بعض الأمور خلاص طمقصود بقولك حاجة البندي ده معمول مخصوص لكابتن أحمد شوبير في حاجة كتر من كده ده رسمي رسمي انا بقولك اهو طبعا كابتن أحمد شوبير يعني مش هنشوف الكابتن سيف مايز جدا وإحقاقها للحق لهو ولا غيره ولا كابتن سيف ولا كابتن حازم ولا كابتن خلي لطيف محدش خلط بين العام والخاص دايما كانوا بيميزوه بس يا شوز إيهاب كانوا بيطلعوا من من المجلس ينتقضوا القرارات طيب كان السيدة بيحسن كن احنا بنتجنم شوف يعني كن عوان دي جزئية دي جزئية تأخذ عليهم صح وكان المشاهد يقول لك انت قاعد وطلعت دلوقتي تعترض طيب صح انا احيانا كانت القرارات بتتاخد بالقوة الجابريه بمعنى قوة العدد داخل اتحاد الكورة ممكن كابتن سيف نفسه اه يبقى مش عاجبه فيطلع يقول لك انا مش عاجبني بس انا برضو المشاهد ما كانش بتقبل كذلك الكابتن شوبير في الفترة الاخيرة داخل اتحاد الكورة ومشاكله المعروفة مع المهندس هنا بريدة اصارت بشكل كبير على اتخاذ القرارات كان الكابتن شوبير لقرارات مغيرة كتيرة جدا وقرارات جيدة مقدرش ينفزها وبالتالي كان بيطلع يقول انا معترض فكنت تقول نايا بالتحاد الكورة معترض ما في الاخر بعد ترابيز الصوت ما هنا فيه تكتل وبالتالي انا بقولك ان هذا القرار متاخد علشان مخصوص الكابتن شوبير لكن هو متاخد بزكاء طب والكابتن سيف زهر متضامن مع الكابتن شوبير رغم علاقته كويسة بالمهندس هنا بريدة ورغم ان هو لا يمكن ان ينقلب على المهندس هنا بريدة ورغم ان هو لا يمكن يشتغل ضد المهندس هنا بريدة ولكن بيقولك من باب حمرة الوجه كده ان ندعم شوية كابتن احمد شوبير اقول كلمتين وخلاص مش دي القصة القصة هنا عشان الناس بيقولك ايه ان ده مش مقصود ففتح حالك قالك اي حد شغال مش في الاعلام بس يعني مثلا وكيل لعيبة وكيل لعيبة ما يبقاش عضو طيب انا هديله حق الترشح اعلامي مزيع ايا كان شغال شغال في شركة رعية شغال وكيل لعيبة هديك حق الترشح لكن اول ما تنجع لازم تختار حاجة من الاتنين طيب استر زهر دلوقتي مشكلة العمل التطوعي انا دلوقتي اكل عيش الاعلام انا عايز ابي اعوضه مجلس ادارة علشان لا يوجد حاجة في العالم اسمها عمل تطوعي في الرياضة والاجنة المؤقتة في التحاد الكورة اللي موجودة بتتقاطها وده موضوع مزبوط وبالتالي لازم ليجا تقاطها الحاجة كمان لازم افتح حالك ان ما عادش شروط الترشح في التحاد الكورة هتبقى اللي لعيب كورة واللي حكم واللي عيده مجلس زهر مفتوحة اللي عايز اترشح يترشح اللي عايز اترشح يترشح اللي راجل عنده قدرة في التخطيط وعايز اترشح هيترشح اللي عنده قدرة في التسويق هيترشع فده بيتمه من قشته وهيتم اتخاذ بي قرار في الفترة الجاية حضرتك قناة قدر يعد كبير وكاتب صحفي كبير هتنتقد إيه الفترة اللي جاية وهتكون معه ولا ضد من اللوايح اللي حضرتك قلت عليها هل حركة يكون ضد العمل التطوعي ولا معاه هتكون مع العمل الإعلامي مع الجمع مع عضوية نجلس إدارة اتحاد الكورة ولا حركة ما عندكش مشاكل لحد الوقت في أي من اللوايح اللي هيتم تطبيقها الفترة اللي جاية أي ناقد رياضي وأي إعلامه قراره لا هيقدم ولا هيأخر فيما يفعله ما أنا بقولك أهو بص انت دايما تحبين نقول الصح ويوصل للناس صراحة طبعا ولا نفضل نقول لا أنا معطارد لا أنا عايزة عفراتك عايزة أقوله بحاجة ما أنا هقولك بقى إذا كان رأيي مؤثر هقوله لك لكن احنا كل اللي هنقوله ده لن يؤثر من خطة اللجنة المؤقتة مع من يدعمها لتحقيق ليحة معينة يتم عليها الانتخابات المقبلة كلام واضع هي بقى كده مش خطة اللجنة المؤقتة هلأك قلت من يدعمها من يدعمها مع اللجنة المؤقتة عشان اديحها بس هلأك قلت لي مين هم قلت لي الباشمهندس أنا بريدة ونسوز أحمد اللي جاية ده هم دول اللي بيدعموه هم شايفين من وجهة نظرهم لده مصلحة الكرة مصلية هناك بعض الأمور الشخصية في موقف واحد موقف الكابتن أحمد شبير هم واخدين منه موقف يعني كابتن سيف مش يكون موجود خلاص في الانتخابات اللي جاية كابتن حزم إمام كابتن خارج لطيف إذا تم الإكرار والموافقة من قبل الجامعة الأومية وهو الأرجح صعب جدا يبقى حد موجود في الإعلام وموجود في اتحاد الكورة أو موجود فيما أي شيء يتعلق بالمنظومة وموجود ولكن له حق الترشح وبعد النجاح يختاره وعايزه كابتن سيف زاهر ووضعه مختلف تمام كابتن سيف زاهر الفترة اللي فاتت هو كابتن حزم إمام على الفكرة وإحنا في روسيا الاتنين قدموا سؤالتهم أكتر من مرة فالكابتن حزم إمام وجهة نظر أنا صعب يقرر تجربة اتحاد الكورة أما كابتن سيف زاهر لديه فكرة بأن يترشح على عدوية ورئاسة نادي الصيد مجلس إدارة نادي الصيد فالكابتن سيف ربما يكون ده فكره في المرحلة الجاية ودلوقتي بتالت ناس كتير تدعوله داخل نادي الصيد أنه يكون رئيس نادي الصيد في الانتخابات المقبلة وسيف عنده طموح كويس ربنا كريمه دايما متطلق على حاجات كويسة وعنده إمكانيات كويسة فمنتمنى له التوفيق فيما يترأى لنفسه وبالتالي حرب سيف زاهر ضد بند الإعلام ويدخل حرب لا تخصه يدخل حرب مجاملة مع الكابتن أحمد شبير ضد أعضاء اتحاد الكورة أو اللجنة المؤقتة حبا وتقديرها للكابتن أحمد شبير ولأنه كده كده مش باقي على القصة دي لهم اختار طريقه يروح نادي الصيد طب الكابتن خالد لطيف هل بالنسبة له الأمر محصوم زاهزو يا كابتن سيف زاهر هو مركز في الإعلام وبالنسبة له لا يعنيش إنه يكون متواجد في اتحاد الكورة على حساب الإعلام راعي إن تقليص عدد الجمعية قد يعطي الضوء الأخضر لبعض المرشحين بعدم الترشح بعد التقليص لما تبدأ تتقلس الدنيا والفترة الجاية الموضوع يكون صعب هتبدأ تتجدد كابتن عمر حاجات كتيرة جدا 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 نشوف مين هيبدأ يدخل ومين هيفكرونها بتاعت طيب برضو يا سوى زهاب ما قلت ليش رأي حضرتك هل حضرتك مع أو ضد التقليص هل حركت مع التقليص عدد الجمعية الموضوعية أنا مع التقليص 100% تمام وشايف إن إحنا كنا بنهزر لما كانوا 254 نادي و252 نادي اللي هما الوضع الحالي ده لأن أنت النهاردة بتعمل فيه حاجة اسمها العدويات العرفية زي الجوز العرفي كده ورقتين ورقة بإيجار ملعب ورقة بإيجار شقة مقر وبتشترك تدخل بطولة الكاسة فعلك 3000 جنيه ويبقى لك صوت زيك زي الآلي زي الزمالك زي الإسماعيلي يعني مفيش ولازم مع التقليص ده تبدأ تقلص للقسم الثاني أنت يبقى 18 نادي فوق و18 نادي تحت عشان يبقى عندك كورة عشان يبقى عندك منظومة ما يبقاش فيه خلط وأكتر حاجة هتناجي القصة إنه خلاص بقى فيه دورة ملك الشباب بيطلع مواهب فيه 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 وبالتالي لازم فيه احترافية كاملة ولازم اللي جاي يدخل أي منصب رياضي واتحادات يا باش أنا مش عايزك متطوع هو أنا عايزك متطوع وتيجي تقولي أنا ضيعت وقتي أنت تضيع وقتك على إيه هو أنت بتتربحش من المكان لا بتتربح مش لازم التربح مالي إذا وجودك في هذا المكان بيتيح لك أنك بتعمل علاقات شخصية وبتعمل وبتعمل ومع ذلك لا أستطيع أن أحزبك وبتيجي في الآخر تقولي أنا مقدم إسألها ده أنا عايزة حزبك وقولك أنت خدت فلوس وبتقبت وعايزة أقولك حاجة لما تدخلي للاتحادات فلوس جامدة جدا خد نسبة قانوني وخد اللي أنت عايزه لما تفشليش وتفشلي للاتحادات وتقولي الدنيا مش ماشية مظبوطة والدنيا مش كويسة وأنا مضيع وقتي لا مش عايزك ضاع عفواً يا باش أنا مش عايزك ضاع وقتك أنت مجيش ضاع وقتك ده انت وقتك غالي علينا وهتاخد ثمنه وفي تجربة محترمة جدا أن اللجنة المؤقتة دي أن الفيفا معينها وبتأخذ فلوس بتقبض وده شرعي وعادي جدا وده المزبوط في كل عدة فوجد نظر عشانت تقولك عمل تطوعي انتهى عصر العمل التطوعي مبدئيا في الاتحادات بعد كده في الأندية هيبقى له دور ولكن حاليا حتى هذه اللحظة هيبقى أقدر أننا نبدأ به في الاتحادات وخطوة أخارت كتير جدا 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 طيب أنا عايز أحرك سؤال شخصي أنا بفكر فيه كل السادة المشاهدين الرياضيين اللي بيتابعوا الكرة القدم بشكل عام بيفكروا فيه إن كل شوية نقاد الرياضيين أو الإعلاميين يطلع يقولوا البشموندس هاني أبو ريدا هو ليه فضل كبير على كرة مصرية في الاتحاد الأفريقي أو في الاتحاد الدولي لكن ماذا بعد البشموندس هاني أبو ريدا هل هيوجد كادر مصري في نفس المناصب البشموندس هاني أبو ريدا متواجد فيها حاليا أحسن سؤال في الحلقة بجد والله أحسن سؤال في الحلقة طيب لأن عمر كله بيبص على إحنا بقولوا لكابتن هاني أبو ريدا قيمة وقامها في الحيط تريق وعمل كتير وهيعمل ولكن مين بعد المهدس هاني أبو ريدا ربنا يديله الصحة والعمر خاصة أن الاتحاد الدولي طبق بندل 12 سنة يعني إيه بندل 12 سنة يعني أنت خدمت في الاتحاد الدولي 12 سنة بقى مجمعين مفرطين سنة أو سنة لا أول ما تبقى تمت 12 سنة داخل المنظومة مع السلامة وده ما سيتم تطبيقه داخل اللايحة الجديدة بالاتحاد المصري في حالة إلغاء بندل 8 سنوات طيب هنعمل لي بقى نفس القصة هنعمل لي فبالتالي رسالتنا في ودان المهندس هاني أبو ريدا أنه يفتح المجال لشخصيات مصرية أن تكون موجودة في مثل هذه المحافلة الدولية ولكن دي مش بيدي المشمهندس هاني أبو ريدا بس دي لازم عندك الشخصيات اللي عندها الكارزمة الكاملة اللي تبدأ تدخل في السكك دي وتخش في الاتحادات الدولية اتحادات أولا القرية شمو تقول مش مهندس هاني مانع شوية أن حد يخش خالص بالعكس بالعكس على فكرة على فكرة لأنه هو ليه فضل كتير على الناس دخلها اللجان للاتحادات الأفريقية والاتحاد الدولي فيه ناس كتير هتفاجأ أنها في اللجان مهمة جدا بفضل المهندس هاني بريد عشان بحنا الحين هو مش مانع لكن هو مين عندك تطلع على هذا المكان أو يؤهل هذا المكان ونقفه فانت لازم تشوف مين اللي كان حاطت القصة دي في دماغه وعاز ياخد فيها قضاءة الكابتن حازم إمام لكن أعتقد بعد العمل شوية في العمل العام والأمور معرفش التجربة هتمشي معاه لغاية فين لكن أنا أعتقد اللي هو مش مبسوط بتجربته الأخيرة في اتحاد الكرة فعلى من يرى في نفسي أنه عنده قدرة يبقى موجود الأول إنجح في الاتحاد المصر للكرة القدم بعدها ورينها هتبقى مكانك فين في الاتحاد الأفريقي بعدها ورينها هتبقى فين في الاتحاد الدول لازم ناخد خطوة خطوة لأننا فقدنا بعض الريادة داخل الاتحاد الأفريقي برضو لو ما يحصل أي حاجة بنجري على مهندس هاني وربنا خليها سيدي في الاتحاد الأفريقي عشان برضو الناس بتتكلمش مال ويمين وعاز برضو أقول حاجة ليست تكريما أو تجليلا في الموانسانة ولا تقليلا الوحيد اللي خرج من الملف القطر عشرين اتنين وعشرين من المكتب التنفيذي واستمر في الاتحاد الدولي خبالك من الحيط اللي هو تحتها لأن كل أمور الفساد في الواضع ده تم إعلانها وتم تشكيل لجان وتم معاقبة الجميع وعدم ممارسة الناس للنشاط الرياضي فلما يبقى عندك واحد قعد في وسط ده كله وخرج كده في كل تحقات اللي حصلت في كل العالم دي وكل الأمور دي تعرف اللي انت برضو في الآخر عندك كادر كويس عايزين حد يكمل وراء طيب بشوانس هاني وريدة بعض الجمهور أو بعض النقاط والإعلاميين شايفين أنه ما خدمش بعض الأندية زي ما خدم أندية تانية في بعض المشاكل اللي كانوا موجودين فيها في بطولات أفريقية ومش عايزين نسمى المسميات لكن في بعض الأزمات البشوانس هاني مش بيكون موجود بالرغم من أنه موجود في المكتب التنفيذي الاتحاد الأفريقي بالرغم من وجوده من المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي رأيي حضرتك في تأسيمة في تورتايا داخل الاتحاد الأفريقي ليها تأسيمة بتسيب لي وبسيب لك موانس هاني بريدة بيكتهد أن ياخد جزء من تورتايا لأن فيه أندر تيبل وفيه شغل أندر تيبل في الاتحادات الكبيرة وبالتالي أنا بقول لك نحية تونس والحكام ما تقربش هتقول لي بقى إيد إنرامو هتقول لي الوداد على فكرة يبكن فوزي لقح اللي هو الرئيس الاتحاد المغربي هو كان الأقوى والمرشح وبيخطط أن يجي رئيس للاتحاد الأفريقي وراجل عنده قدرات وعنده ماليات وعنده 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 ومع ذلك لم يستطع أن يعيد العدالة لأحد فرقه لالوداد ما قدرش فأنت شفت القصة عاملة إزاي؟ فبالتالي المهانس هنا بريدة بيحاول في الإمكانيات المتاحة وأحيانا بتبقى في بعض الأمور هات وخد هات وخد طب ده بيحصل في التحاد الأوروبي يا أستاذ إيهاب هل ده أنا قبله بروح لتحاد الأوروبي يعني مثلا في تسفات كتعالم مصر الأخيرة برضو الناس اتهمتنا اللي احنا جابونا حكم ملاكي في المباراة الأخيرة ولما تيجي تشوف سرش على الحكاملات إيه راح مباريات معينة ففي حاجات كده لحد إمتى يا أستاذ إيهاب لحد إمتى الترطاية وأن كل واحد عايزة يخد حتة وأن الحكامات قرى بليش وأن الأوروبيسات ما تبعيني عنها في الاتحاد الأفريقي بيتم تعديل المنظومة بشكل جيد لكن هتاخد وقت قد إيه ده اللي ما قدرش أقولك عليه دلوقتي لكن بدأ العمل على إصلاح المنظومة بدأ العمل بدأت بدأت بقى أنا ست شهور شغالين فيها ببقى فيت عدلات كبيرة جدا 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 عشان ما نسقلش وندي حد نقول له أنت ليه ما بتعملش لازم أحنا فاهمين ما هو ما ينفعش أنا بقى فاهم القصة وماش هزيقولك لا أصلي ما خدمش الناس أصلي ما عملش ولا يستطيع أن يخدم أكتر من الحتة لي ومع ذلك تلاقيه بيستطيع أنه بيخدمك فأكتر حاجة متاحة ليك هل التغييرات دي أستاذ إيهاب ممكن تغير بعض مراكز القوة اللي موجودة في أندية أفريقية أو شمال أفريقية في الأوضاع اللي موجودة حاليا ولا ده مش أغير حاجة هيتغير الفترة الجاية الفترة اللي جاية كانت فيه كراسي محجوزة عايز أقولك حاجة تفتكر مباراتنا مع الجزائر طب إحنا تعادين بص عمر مبارات السودان ولا مبارات الـ 2-0 كابتان حسن الشحات لا هنا هنا مبارات القاهرة التعادل كان يؤهلك من هنا الألفوز هنا الفوز 3-0 مش 2-0 آه كان يؤهلك دونة من غير ما تلعب مبارات السودان اللي حتعدلت أوكي هنا كان روراوة كان روراوة قوي جدا والطرطة معاها من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي انت متخيل فتم تعديل الليحة التقاهل لكاس العالم بس على مصر بس على مصر بس علينا تعدلت انت كنت مؤهل من هنا ما كانش ليك وفقا للليحة والكلام ده على مبارات السودان طب بالنسبة لمصر الباشمهندس هاني عمل كل حاجة على فكرة عمل لكن الظروف روراوة كانوا أقوى كانوا أقوى في هذا التوقيت فين روراوة دلوقتي مش موجود والجزائر والجزائر اتظلمت بعد كده والباشمهندس ثاني موجود هي كراسي ولعبة صعبة جدا قوية جدا انا بقولك ده حاجات يعني بس أوف اير يعني حاجات حنا نقولها على الهوة اه بس ده حاجات تانية لكن فيه حاجات لكن شوف الصراع وصل لغاية فين شوف النفوس داخل لغاية فين ده كله مش فير لكن الفترة الجاية الأمور بتتعدل بشكل كبير جدا جدا خاصة بعد يعني رحيل بلطر غير مأسوف عليه من الاتحاد الدولي بتدت الدنيا بتتحسن شوية بشوية بلطر وأنفنتينو اتنين ممارسوش لعبة كرة القدم على المستوى الاحترافي ووصلوا لمقعد رئاسي للفيفا حالك قلت عدم الجامع ما نعايز أسألك بقى هل عدم أو تطبيق ان انت يكون لك حق الترشح مع انك ملعبتش كورة ممكن يفرز بعض الكوادر ولا الموضوع هيكون ممكن يعني نشوف أسماء ونسمع عن أسماء عمرنا ما سمعنا عنها في الانتخابات أو ليه علاقة بالكورة طبعا والفترة اللي فاتت كان في ناس كتير جدا في اتحادات ما لعبتش كورة هو كابتن سيف لعب لكن عن طريق انه هو عدم انت برضو التفصيل المائح وكان في عدو مثلا في نادي مجلس إدارة فبيحقيله هو كابتن خالد رطيف لعب كورة لأ بس أنا بتكلم على ان انت بقى ما يكونش فيه أي حاجة خالص ويكون ليك حق الترشح هو انت كده 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 ممكن تلاقي اتحاد كامل مفوش حد لعب بس حد عنده رؤية حد شاف كويس حد بيستثمر كويس حد بيبص كويس حد بيجاهز حد بيدير كويس مش كل من لعب كورة قدم يمتلك الإدارة الكاملة وليس كل من لم يلعب كورة القدم لا يمتلك الإدارة الكاملة ويا حبازة لو حد لعب كورة قدم وعنده الإدارة الكاملة مع الموهبة الكاملة كمال لله هل عندك بعض الكويس اللي ممكن تقولي عليها وإحنا بنختم إن عندك بعض المعلومات إن فيه ناس فرحانة بالحتة دي تحديدا وإن هم بيستعدوا علشان ينزلوا انتخابات وقال لك ده ولا لعب كورة ولا كان عضو مجلس إدارة قبل كده وبالتالي أنا خلاص بس تعد علشان ننزل الانتخابات اللي جاية هل سوزهاب تقدر تقولي في كواليسك كده حد من المرشحين اللي ممكن يكون مفاجأة بالنسبة لنا وينزل ما قدرش أقول لك ده بس أقدر أقول لك إنه يبقى فيه مفاجآت كتيرة جدا في القوائم وهتشوف ناس بقى يعني عارف أنت منعت في حتة وفتحت في حتة منعت في حتة من له علاقة بكورة القدم في الإعلام والشركات الرعية والأمور دي وكلاء اللعبة وكلام ده لكن في نفس الوقت تفتحت في المقابل فتحة جامدة فهتلاقي ما له مثلا مدير تسويق حد ناجح إدارة في حتة حد مهندس ناجح في حتة هل سوزهاب تنزل الانتخابات اتحاد وكورة في من الأيام؟ أنا ما بحبش أكون غير أن أنا رجل صحفي رياضي بس ده أشاطر فيه أعلامي أكتر حتة ده أشاطر طيب الكابتن حسام البادري عايز أختم معاك وتقولي رأيك في تصرحاته الفترة الأخيرة والتضارب اللي كان بيحصل في تصرحاته ورأي حضرتك إيهالي مدير الفن يقفل على نفسه ويركز مع فريقه ويبطل تصرحات إعلامية علشان ما يكونش فيه انتقاط شديد في ظل تألق المنتخب الأولمبي وعدم تألق المنتخب الأول رأي حضرتك طيب عدم تألق المنتخب الأول واضح جدا لو لعبت المنتخب الأولمبي موجودة محمد صلاح موجود ما كناش هنتكلم الكلام ده فخلاص فيه علة وانتهت ولكن تصرحات الكابتن حسام البادري اللي فاتت هي تصرحات غير مقبولة ولكنها لم يقصد ذلك بمعنى أن الكابتن حسام البادري تفهمت تصرحاته خاطئة كانش بقصد وفتح النار على نفسه على الفاضي دنيا كانت هادية جدا ما فيش أي حاجة قال إن الدوري ما بيفرس تصريح خانوا في التوفيق لكنه ما كانش بقصد أنا عايز أقول لك إن أنا ما عنديش إسا وفعلا لما تيجي تقول أنا عايز مساك في الدوري إحنا هو طلع على أجمد مساك رأيك يكون فيه متحدث إعلامي أفضل للمنتخب أفضل من المتحدث وجهة نظري لازم هو يتحدث ولكن لازم دلوقتي نبقى ما حسسين شواء على تصرحات خاصة إننا لم نقدم المستوى المطلوب اللي يخلي الجمهين راضي علينا عشان نتكلم أطلع كمان أقول لهم إحنا لسه ومش عارفين ومعنديش حد وبالتالي أنا بقول إن تصرحاته لم يكن كابتن حسين عنده التوفيق فيها وكمان اتفهمت بالشكل السيء لأنه هو كابتن حسين قدامه ناس كتير جدا بتتكلم عليه إنه لا أو إزاي ييجي والكلام ده وبالتالي أنا عايز يبقى عن القصة دي كلها ودايمن بقول لك لسانك حسانك قلصنيه في القصة دي ولكن يجب أن نعترف أن داخل الجهاز الفني أيوة لمنتخب الأول منتخب الأول مشاكل عديدة أنا تمنى يقفلوا كده مع بعض شوية ويهدوا لأن هذا الخلاف هو خلاف وجهات النظر تطور لخلافات شخصية هل مباراة للأهل الأخيرة اللي ظهر فيها كابتن حسين مع كابتن طارق ممكن أصدوا أن هم يظهروا مع بعض علشان خطر يعني يقفلوا باب أي حد بيشكك أنه فيه خلاف المنتخب من الأخير لو ده حصل لو ده حصل مش ده حرك أصدك أنه بعض المشاكل بين الجهاز من الكلام على الكلام عشان ما نقولش أسماء ولكن الصور وحدها غير كافية لنقل رؤية عن جهاز يعني أعدتوا جنب بعض ما أعدتوش جنب بعض مش ده قصة القصة أنكم تتفقوا على رأي واحد حتى لو ما أعدتوش جنب بعض طيب كابتن حسين هايعمل إيه وكابتن شوقي غريب ما عندهمش أي توقف ده للفترة اللي جاية يعني برضو عايز أعرف فائق سريع يعني كابتن حسين قال إن إحنا كل شهر ممكن ناخد ثلاثة أيام في ظل إن الأندية ممكن ترفض علشان كابتن حسين قال إن الموسم الماضي أثر على مستوى اللعيبة بسبب التأجيلات الكتيرة كابتن شوقي عنده بطولة مهمة جدا ومعندوش شهر ثلاثة وشهر ستة وكابتن حسين عنده تصفيف شهر ثلاثة ومعندوش شهر ثلاثة يرمي فيها لعيب رأي حضرتك إيه؟ رأي إنه يتابع لعيبتو بشكل جيد جدا يتعامل معها تهدوا الأمور تجمعات مش هتميني دلوقتي اللعيب جاهز عمر تمام فيش حاجة اسمها لعيب بجيبه دولي أفضل أقول لسه أنا بحفظه ولازم يحفظ الطريقة أو الكلام ده فيه لعيبة مش بتلعب أساسية دلوقتي مع منتخبها دي المشكلة دي المشكلة عشان كده الاستفاقة هتبقى محتاجة وأي نادي عنده لعيب تألق تألق في بطولة الأمم وما بيدلوش لازم يديله لازم يديله حتى احنا بنتكلم في عمار في النادر أهلي تألق إذا ما كانش هيلعب يبقى يعار عشان يظهر بالشكل المطلوب ده الكلام لكل الأندية واعتقد اللعيبة قدوا بشكل كويس وخدوا خبرات عايزين نشوفها في الدولة الممتازة أستاذ إيهاب بشكرك شكرا جزيلا على التواجدك معي أول مرة أكون معاك في حوار مبسوط منه جدا طبعا ونتعرف أن أنا تلميذك في يوم من الأيام يعني طلعت من مدرسة إيهاب الخطيفة كلنا طلعنا من مدرسة هذه القناة طبعا قناة الآن وهي القناة دي اللي هي فضلة علينا والحمد لله وأنا بشكرك على كلام اللي أنت بتقوله كنت سعيد لأنا مبوض معك وزي ما بقولك أنت طوارت كتير ده ناخر ليه كسسيهات بشكرك شكرا جزيلا شكرا كابتن عمر ونزلنا مع حضراتكم لنهاية الفقرة الحوارية الأولى لسا مكملين معاكم في الفقرة الحوارية التانية ولكن بعد الفاصل معانا الكابتن النجم الكبير الكابتن تامر بيجاتو خليكم معانا اشتركوا في القناة